ازاي بقى نزود كدرة الكبد على تصنيع عسارة المرارة وازاي نيخلي عسارة الماء تتحرك بسهولة وازاي نيخلي عسارة الماء تخرج علشان يتم تخلص جسمنا من الكوليستيرول الزائد ست نقاط تركز عليهم جيدا وفي اخر الفيديو هقولك على هدية ازا مشيت عليها هتتخلص من الكوليستيرول الزائد وهتكسر المرارة وهتنظف جسمك من السموم بطريقة سهلة جدا اول حاجة تحافظ على شرب الماء وده لان عسارة المرارة 95% منها مية فلازم تحافظ على شرب المية وعلى اقل من 2.5 الى 3 لتر يومية رقم اتنين تدعم انزيمات الكبد اللي بيتصنع عسارة المرارة وده بيتم عن طريق حاجتين اتنين خلاصة التوم الاسود التوم الاديم رقم اتنين الخضروات الصلوبية ايه هي الخضروات الصلوبية هقولك عليها بعدين التوم كمان بيزود تصنيع الجلو تصاوين اللي هو مضاد الاجسادة اللي هو اقوى مضاد الاجسادة في جسمنا مش بس كده ده التوم كمان بيمنع اكسادة الكوليسترول وخطر الكوليسترول اساسا بييجي من اكسادته الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL بيبقى خطر لانه لما بيتأكسد بيعمل مشاكل في جدار الاوعات الدموية فالتوم بيمنع اكسادة الكوليسترول الضار فانتين هتستفاد من التوم في حاجات كتير جدا رقم 3 تزود تناولك ناول الاكلات الممرارة ما هي اسمها المرارة ليه؟ عسارة المرارة بتكون خلاصة الأكلات الممرارة هقولك على قرابة عشر أكلات ممرارة تركز عليهم جيدا أول حاجة الخرشوف مجرد أنك تتناول الخرشوف بيزود كدرة الكبد على تصنيع عسارة المرارة إن الخرشوف بيحتوي على مادة اسمها السينارين بيزود كدرة الكبد بنسبة 151% على تصنيع عسارة المرارة بس خلال 60 دقيقة يعني تشرب الخرشوف من هنا بعد ساعة تلاقي كدرة الكبد زادت في تصنيع عسارة المرارة والخرشوف بتجيب وبتقشره وبتجليب في المياه لمدة 30 إلى 40 دقيقة بتقشره وتأكل الطبقة اللونها أبيض من الداخل ورقم اتنين الخضروات الصلبية هتلاحظ أن الخضروات الصلبية ملازمانة كتير جدا الخضروات الصلبية ديت زي إيه؟ زي الملفوف والبروكلي وبراعم البروكلي ركز على براعم البروكلي والقرنبيت واللفت بألوانه والفجل بألوانه رقم ثلاثة البنجر والبنجر أو الشاماندر ممكن تجده على هيئة عصير وممكن تحطه على الصلطة البنجر بيحتوي على الكولين فبيزود أحماض المرارة خاصة الحمد اللي اسمه الكوليك أسر ثانيا البنجر بيزود كمية البلاطفل وبيزود كمية سريان الدم اللي راحل الكبد فبيكون إنتاج العصارة أكتر وأكتر كما أربعة الزنجبيل رقم خمسة اللمون رقم ستة اللومي اللي هو اللمون الأسود رقم سبعة الكركدييه الكركديه محدش ينسى الكركديه رقم تمانية النعناع سواء بقى تاكل النعناع أكل أو تغلي وتشربه وآخر حاجة الكوركم يبقى لما نجمع العشر حاجات الخرشوف البنجر أو الشاماندر الخضروات الصلبية اللمون اللومي الكركديه الكوركم الزنجبيل النعناع والقرفة والقرنفل والزعفران كل دي تسمعه البيتر فود أو الأكلات الممررة اللي بتخلي كمية العصارة اللي بيتم استخلاصها عن طريق الكبد كتير جدا كل ما كانت كمية العصارة كتير كل ما كانت تدفق العصارة وخروجها من الكبد والقنوات الممرية أسهل وأسرع رقم أربعة الإشارة لتصنيع عصارة المرارة عصارة المرارة بيتم تصنعها بإشارة من عصب اسمه العصب البراسيمباساوي أسنق الريلاكس لما بتكون هادي ومستريح وعشان كده لازم تاخد قدري كافي من النوم عشان تنشط الإشارة والعصب اللي مسؤول عن تصنيع عصارة المرارة خمسة وركز فيها إنك تعمل ديليشن توسع القنوات المرارية قنوات المرارية اللي بيمشي فيها العصارة أوقات كتير جدا بيكون فيها انسداد خاصة عند الناس اللي عندها لزوجة في عصارة المرارة ده يتم عن طريق استلدام مغلي النعناع أو الاستخدام الحقن الشراجية بالقهوة ودهت أنا مفضلهاش وممنوع استخدامها أثناء الحصوات أساسا فعشان كده النعناع أو مغلي النعناع رهيب جدا في اتساع القنوات المرارية آخر حاجة ولازم تاخد بالك بالك منها إن العصارة دي هتخرج ليه العصارة دي بتخرج لما حضرتك بتتناول دهون فعشان كده لما بتحافظ على تناول الدهون فبيكون في داعي لخروج العصارة من المرارة الهدية عبارة عن أربع حاجات أول حاجة قبل ما تيجي تنام تجيب 500 مل مية وتنقع فيهم زنجبيل ولمون وكركم وإرفة وتسيبهم لمدة ساعة أو تضربهم في الخلاط وتشربهم قبل ما تيجي تنام رقم اثنين العصر تجيب ربع أو نص حبيت شمندر وتعمل العصير الأحمر وتشربه العصر وخاصة العصر إن هو أساسا بيعمل انخفاض في ضغط الدم ومعظمنا بيكون ضغط الدم عندنا رافع في الوقت ده رقم ثلاثة تحافظ على تناول طبق صلطة من الخضروات الصلبية وتحط عليها زيت زتون ضروري ده هيكون وتحط عليها زيت زتون على الأقل معلقة واحدة وده هيكون بمثابة الدهون اللي محتاجة عصرة المرارة رقم أربعة إنك انت تحافظ كل يوم الصبح على تناول منقوع النعناع أو ما يسمى الشاي الطائفي اللي هو مغلي النعناع وكل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع حافظ على تناول الخرشوف مرة واحدة الصباح كل يوم